انت كنت بتتكلم دقتي على هيدكوتي ويبقى اذا لما تيجي تتكلم عن هيدكوتي يبقى انت من الجيل اللي شاف كابتل محمود الخطيبة وبيلعب اللي شاف كابتل مصطفى عبدو وبيلعب اللي شاف النجوم الكبيرة دي انا بدأت شغف بالكرة من عند رأخنا السنين مثلا هقولك مثلا انا بقيت اهلاوي ازاي ازاي ما بش حد يبقى تولي ديختار ما انت انا انت مش عارف حاجات انا كان جيراني عبارة عن تحس في المنصورة اه الشقة اللي جنبي وانا اطفال بس كان هم كبار عننا تحس ان انت قاعد مع مجزة زارة الاهلي اه 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 او هم دول اللي انشأوا الاهلي بجد البيت عبارة عن اهلي وصور الاهلي الام والاهم مغد الوقتي ولا اه طبعا لحد اصغر ما عايزيني بقى ندرق نصورهم والله اه لحد اصغر حد كلهم الاهلي 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 بس علاقتي بدأت بالتشجيب الاهلي كان كابت محمود الخطيب كابت محمود الخطيب اخر في جيل كبير حقيقة لا ما نازم نعترف ان النجوم الكبار والظواهر الكروية بتزود شعبية النوادي طبع يعني يقول لي يعني يعني الجمهور بيعمل النادي وبيساهم بقى اللعيبة بنجوميتهم وحب الجمهور ليهم واخلاقهم واخلاقهم يعني كابت الخطيب ده يوم اعتزاله انا عطيلي فترة اكتئاب مش استرجع على الكورة انا الكورة انتهت بالنسبة كنت بيقى كان سنو صغار قوي برضو فاللي هو بالنسبة لي وبقيت اقول لازم يعني الشهر الجاي لازم بقى يعينه رئيس نادي الاهلي علشان انا ارتاح نفسي لقد دماغي كده وفضل يعني من احلامي للاهلي ان اشوفك كابت الخطيب رئيسنا للاهلي من احلامك كمشجع هنا كمشجع وكمحب ومحب لكابت الخطيب كابت الخطيب انا بالنسبة لي هو موضوع كده ده بقى اللي خلالت علقت بالاهلي ما انت بيبوي على الخطيب يعني 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 النادي الاهلي ونجمها انا حضرت ماشر للنادي الاهلي مش حاول كان تعتقد كان كنت صغير برضا كان في المحلة او المنصورة مش فاكرة كان يعني كان بيئم كانوا بيلعبوا المنصورة ما بيلعبوا المحلة المحلة جام بالمنصورة كابت الخطيب كان احتياطي وسخن يعني كان من اكبر لحظاته الرهب في حياتي اني بحث المدرج هيوقع هيوقع كتر التشجيع لا كابت الخطيب كان بتوصل لمرحلة انه هو اول ما يباص يباصها يغمس غمزة كان كده يعني كان كان حاجة برضو كان مش مش طبيعية يعني اه وكل اللي عصره عارف امد الكابت الخضيئة فتعلقت بالاهلي بقى زيادة حتى لما سافرت دول عربية اه كنت بنقل فريق الاحمر اللي بيلع لك اللي بصاحمر عشان يشجعه انا كنت في قطر وانا في ابتدائي يعني عايز اقولك ماتش اربعة اتنين في الكاس ده انا كنت لسه اه كنت لسه هخش المدرسة وكي وكنت في قطر اه كنت بقى شجع بقى شجعت ايمها ايه بقى الريان عشان يبيل بصاحمر بيل بصاحمر يعني كان فيه ناك عندهم السد طبعا وحاجات الفرق الكيوية دي انا قلت بشجع الريان الفرق البيل بصاحمر اه يعني في الاول السد ده الزعيم عندهم بس لقيت الريان بيل بصاحمر وكان فيه كابتن منصور مفتعدة كان نجم الخليج ايميها قلت يبقى هو ده كده يعني دايما نظرتي للكرة كانت بقت يعني عشان صغير فشايفها باللغة الاهلي داي بمناسبة بما انها راكم المنصورة المنصورة يعني من الفرق الكبيرة جدا ولكن بيعاني زي وزي معظم الانداز شعبية في مصر من الاهمال بقى معرفش اه لا حتى المنصورة كمان انت دهورت قوي يعني انت دهورت لمنطقة انا ما تخيلتش انها تنزل للدرجاتي يعني المنصور انا حضرت للمنصور كده كان نص يعني كان المنتخب اربعة خمسة من المنصور كان كابتن سطوحي ساروة فرج سعد سليت بدو حمودة وكفيه كذا حد اسماء كبيرة جدا صحيح اه كان فيه مجموعة كده كتير قوي في المنتخب من المنصور اه وفجأة انا صغير كان كان الكابتن سعد سليت وكان ابن خالتي كان زميله كنت بعد عايطته عشان روح تصور مع الكابتن سعد سليت وتصورت معه انا صغير يعني كنت مرضه مهتمة بالكورة كنت بحب بلد المنصورة اوي يعني ده انا دايما منتمن لبلد يا اوي في المنصورة حتى اي العين من المنصورة بيجي للقاهرة سواء بقى لعب للاهلي لزمالك لأي نادي ياسر ريان مثلا ياسر ريان ياسر ريان اعتبر دفعيت انا برا